هذه المشاركة الفعالة والجميلة نقلتنا على المركز الثاني وبهذا الحضور المركز الثاني ثاني المراكز هاملول ياتي في المركز الثاني اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر احمد بن سلطان بن رشيد في المركز الثاني بينما المركز الثاني مشكور مشاهدين العزاء على المركز الثالث من هجن الرئاسة يضمر مشكور مشاهدين العزاء انبارك بن احمد بن مايد الخيالي بينما المركز الرابع يتدخل من الجانب الثاني اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن شنان المري وهو شاهين المركز الخامس يتدخل على خامس المراكز شرين شرين من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما ياتي في المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز ياتي بديع لسمه شيخ زايد بن هزاع بن زايد الانهيان نايم بن علي القيلاني في تضميره والمركز السابع وصلنا بينداء المركز السابع ياتي الترس في المركز السابع تعود ملكية الاسمه شيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان يمع بن عتيج الرميثي يضمره والمركز الثامن في هذه اللحظات شاهين تعود ملكية الاسمه شيخ الانهيان بن ذياب بن سيف بن محمد الانهيان والصادق فضل الأمين يتولى عملية تضميره على المركز التاسع على المركز الثامن اما المركز التاسع كذلك تعود ملكية الاسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيف الانهيان والصادق فضل الأمين كذلك في التضمير والمركز العاشر شاهين الاسمه شيخ سيف بن خليفة بن سيف الانهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير هذه العشر المراكز الأولى هذه العشر المراكز الأولى مشاهدين متابعين الكرام في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق ندان الأول مشاهدين العزاء متابعين الكرام للعشر المراكز في ميدان الوثبة في هذه الانطلاقات في اليوم الخامس على التوالي ضمن هذا المهرجان الختامي الكبير في عاصمة الميادين هذه الانطلاقة وهذه التحديات في هذه الأجواء الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان ونعود إلى المراكز الأولى نعود إلى المركز الأول هذا مهيض يسيطر على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ سعود بن حمد الثاني يضمر أحسين بن محمد يضمر أحسين بن محمد بن سفران هو اللي يتولى عملية التضمير بينما المركز الثاني يتقدم شاهين في هذه اللحظات شاهين لسموه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن شينان المري هو الذي ينطلق على المركز الثاني وخير إلى المقدمة تقدم هناك مشكور من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي هناك يصل في هذه اللحظات الترش الترش يصل في هذه اللحظة ينطلق ويتقدم الترش تعود ملكية الاسموه شيخ زايد بن حمدان بن زايدا لنهيان يمع بن عتيج الرميثي يتولى عملية تضمير الترش في هذه اللحظات بينما المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات شرين من هجن العاصفة في قيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير هناك مهيض لا زال في قمة التنافس لسعادة الشيخ سعود بن حمد الثاني يضمر حسين بن محمد بن سفران المركز السادس في هذه اللحظة وصل بديع تحرك بديع لسموه شيخ زايد بن حمدان بن زايدا لنهيان لسموه شيخ زايد بن هزاع بن زايدا لنهيان نايم بن علي الغيلاني يتولى عملية تضميره تقدم في هذه اللحظات شاهين شاهين لسموه شيخ حمدان بن راشد المكتوم هناك يتقدم في هذه اللحظات لسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بسهيل بن هيان العامري يتولى عملية التضمير والوصول في هذه اللحظة مشاهدي العزاء من هملول منها ملول من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتولى عملية التضمير نعود مشاهدين متابعين الكرام مرة ثانية مع انحنى الميدان مع انحنى الميدان ميدان الوثبة عاصمة الميادين واتجاهنا بعد ذلك مباشرة إلى المقدمة والترش هناك الترش غير إلى مقدمة الشوت وقادم شرين شرين والترش في صراع قوي في صراع مشاهدين متابعين الكرام شوف الاسماء شوف اسم الترش ما شاء الله واسم شرين الله الله متقاربات مشاهدين العزاء هذا الترش وهذا شرين يا سلام يا سلام ينطلق مع هذا الاندفاع يا سلام شرين على المركز الأول من هجن العاصفة حمد بن راشد الواثق يقود في التضمير بينما الترش في المركز الثاني الترش على ثاني المراكز لسمه شيخ زايد من حمدان بن زايد الانهيان يمع ابن عتيج الرميثي يتولى عملية تضميره بينما المركز الثالث وصل مشكور تحرك سلالة مشكور سلالة مشكور العريقة والجميلة والرائعة السلالة الشاهينية بالشعار الأحمر كذلك تصل مع المتميز دائما وابدا منبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يا سلام يا سلام الامتار الأخيرة الامتار الأخيرة والتنافس لا زال لا زال ما بين شرين وما بين مشكور مشكور وشرين مشكور وشرين والامتار الأخيرة والمركز الثالث الثالث الترش الترش تعود ملكية الاسموشخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان مع يمع ابن عتيج الرميثي ولكن مشكور والسلالة الشاهينية السلالة العريقة سلالة مشكور سلالة شاهين الأداء الجميل الأحمر مشاهدين العزاء الشعار الأحمر الذي ينطلق بالإنجازات الذي ينطلق بالتحديات الجميلة كذلك المميز الحاضر المميز دائما بتضميره المميز بتحدياته المميز بكل ما هو جميل في عالم الأصائل يا سلام هذا مصيطر مشكور مشكور على المركز الأول ينفرج بالمركز الأول ينطلق بالمقدمة في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل تهانينا لهجن الرئاسة على فوز مشكور والحضات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز في هذا الشهر والناموس بالأداء الجميل كذلك التهنية موصوله لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي بينما المركز الثاني وصل في شرين من هجن العاصفة والمركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث هملول لأسمه شيخ لأسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان في ثالث المراكز بينما المركز الرابع المركز الرابع وصول هملول لأسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم والمركز الخامس المركز الخامس اللي وصل هملول من هجن الشحانية هكذا مشاهدين متابعين الكرام تتواصل انطلاقات أشواطنا وهكذا التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان تتواصل الانطلاقات ونعود مشاهدين العزاب الأثار في ميدان الوثبة والحماس هذا مشكور على شاشة التلفزيون وتوقيتها الزمنية تسع دقائق أربع عشر ثانية أربع أجزاء من الثانية تهنين لهجن الرئاسة كذلك التهنية موصولة لمبارك بن أحمد بن مائد الخيالي على هذا الفوز وهذا الانطلاق شرين وصل في المركز الثاني قطع المسافية تسع دقائق ست عشر ثانية وجزء واحد من الثانية من هجن العاصفة في قيادة الواثغ حمد بن راشد بن غدير تهنين والنموس بينما هملول وصل في المركز الثالث قطع المسافة هملول في تسع دقائق تسع عشر ثانية بالوفاء والتمام تهنين لسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان التهنية لمحفوظ بن خميس الينيبي هكذا مشاهدين العزاء تهنين والنموس